ما فهمتش أخي شو عم تعمل هون وانت كمان رح تجي معنا أختي سألتك سؤال واضح شو عم تعمل هون شو اللي جابك عندي أمر بإلقاء الأبض على فرهاد أسلام والتهمة هي اختطافك ومحاولة أتلك فهمتي هلأ شو شو هلحكي هاد انت بتعرف منيح انه مو صحيح فرهاد هو اللي أنقذني لو هو ما وصل أنا هلأ كنت ميتة شو عم تعمل الشخص يلي أبضنا عليه قال إنه فرهاد هو يلي عمل هيك هالحكي مو صحيح فرهاد فرهاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا أخي ليكي كل شي واضح هو لازم يستسلم للعدالة ولازم ينال جزاؤه وانتي لازم تجي معي فهمتي عليه يا أختي ايه لو ما إجأ فرهاد بالوقت المناسب ولو ما قدري لقيني كنت أنا هلأ ميتة بتعرف هالشي ما بتعرف ليكي أختي نحنا قبضنا على الشخص يلي خطفك وحققنا معه كمان بالأول قال أنت يلي قتلت أبوه وأول ما ضغطنا عليه شوي اعترف فرهاد هو يلي طلب منه يخطفك ويعمل هيك فرهاد ما رح يعمل هيك عملي يا رب تصبرني لك يا حبيبتي أنت ما بتعرف الدنيا منيح هدول الناس ما بيقتلوا بيديهم بيستأجروا من يقتل بدالهم وبس ينفزولهم طلباتهم بيتخلصوا منهم بسرعة هو راح لهنيك لحتى ينقذك ولا ليقتل يلمص وبعدين شو يلي عرفوا أنه أنت هناك أحساس يعني؟ أصلي حبيبتي سمعيني منيح ليكي أنا بعرف أنت بشو حاسي هلأ لا ما بتعرف بشو حاسي أنت ما بتعرف شي بالمرة ليكي إيبرو حكتلي كل حكاية هو راح وصلك على المطار وانت رحتي لعند إيبرو إيبرو بعتتلي مسج كانت قدام الباب بعد ساعة ويلمص كان هنيك مستند على الموتور طبقه حاطت خوزي براسه واضح أنه كان عم بيراقبك من المطار أنا شفت كل ملفه بس ما بعرف شو سبب فرهاد يلي تركك بالمطار وراح بدون ما يتطلع وراه ولا حتى لحظة يلمص شو عرفوا أنك عند إيبرو شو هالصدفة الغريبة عن جد شي ما بيتصدق أبدا أنا الغبية اللي صدقت فرهاد أنا يلي قلت له أنك عند إيبرو بس إذا قلت له أو لا شو رح تفرق ليكي يلمص شاب معروف ملفه الوسخ مليان واضح أنه ما قدر يعمل شي قدام المطار أملح إكلهون بس لساتك مو مصدقتيني مو هيك أصلي ماني مصدقة وما رح صدقك بالمرة ليش ما عم تصدقيني الجواب عندي أنا يلا زانا بنزلي بسرعة هوليا روحي جيبيلي شنتعتي من جوه بسرعة وانت عمال معي معروف أخي اللي وان أخده وراحه يلا قول أخده لأقرب مغفر هو رح يفتحوا الملف تابعه شكراً بنا بسرعة هوليا شكراً يلا بوشك على أقرب مغفر يا أخيس انت واحد غبي وما بتفهم شي غبي وما بتفهم شي بالمرة كل شي بيخطر لك بتعمله مع هيك ما عملت الشي اللي أنا قلتلك عليه وتصرفت من مخك لك شو أصدق أنه رح يقول اسم فرهاد ما فنق فهمني قيمتك عندي ما تسوى قيمة هاي المحرمة يا جونيت وهي المحرمة الوسخة ألا قيمة عندي أكتر منك يا حيوان لوين أخده قلي نشوف أحكي رح ياخده على مغفر قصر العدلية لا تاخده عمالكم لا تاخده أخي في كتير أبرياء وضحايا بهالدنيا حضرة النائب ما في مشكلة إذا زاد واحد أو نقص واحد انت وخالك نامق ما ظل جريمة بش عبهالدنيا ما عملتوها بس ما عندي دليل عليكم عندي دليل بهي الجريمة وشو الدليل بقى؟ انت هي اللي عطيتهم الأوامر اللي قطلوا أصلي انت متأكد؟ في عندك دليل؟ خلينا نقول شعور رح أطلب منك شغلتين شو هنين؟ لا بقى تنفس دولي بسيارتي متل ما بتعمل كل مرة لأني رح صير اشتكي عليك والشغلة التانية؟ تارك أصلي بأمانتك لا تتركها بدك تعرف شو هو الدليل؟ هاد هو الدليل يلا تفضل معنا لو سمحت يقيت؟ مو فرهاد اللي فات؟ شو لوين أخدوه؟ أخدو لجوه أصلي يقيت هاد كله حكي فاضي فرهاد إجم شان ينقذني هو ما له علاقة صدقني أصلي خلص بكفي بكفي؟ شو هاد اللي بكفي؟ عمقلكم فرهاد بريء ليش محدة فيكن عم بيصدقني؟ اختي حبيبتي هاد الموضوع خالص ومنتهي ماشي؟ مو هيك حضرة المدعي؟ العدالة رح تاخد مجراها حضرة للفوض ايه أكيد أكيد إذا ما مندخل مشاعرنا بالقصة العدالة رح تاخد مجراها أنا ما عم دخل مشاعري بالقصة وما عم أخلط أنا عم قولي الحقيقة اللي بعرفها ومتأكدة مننا فرهاد بريء تماماً أصلي بكفي هيك أنت؟ أنا راية على العدلية ورح خبرك كل شي بيصير بوقت وماشي ايه ماشي أنا رح إجي معك يا أخرة روح على البيت وقول للكل إني رح عامل كل شي بيقدر عليه وإنت لا تزعل ماشي روح زينب مو كان لازم نتصل ونخبرهم شو صار لا لا هنه رح يجو بعد شوي أكيد وشغلة مثل هاي ما بتنقال على التليفون تعرفي أنه سيتياتار رح تتعل رح تقول لش ما خبرتوني شو هو الشي اللي بديو يزعلني أهل وسهلا يا خانو شو هي؟ إنه نأخدوا سيد فرهاد من شوي مين أخدوا؟ لوين أخدوا؟ أنت شو عم تقولي بنتي؟ قال إنه نأخدوا على المغفر هو راح وقت وصلنا الشرطة إجت أخدته كان المفوض جيم هون طيب معرفتوا ليش أخدوا؟ اللي فهمتوا إنه سيد فرهاد استأجر شخص ليقتل أصلي أمن شوي اتصل للأخرة سؤال إنه هاي هي تهمتوا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة